مباراة الجولة الثالثة من كوبا أمريكا 2021 والمقامة بالبرازيل مباراة الأرجنتين ضد المنتخب الباراغوي حيث فاز رفقاء ليون الميسي بهدف الناء لصفر وبعد هذه المباراة حسم المنتخب الأرجنتيني مكانته بصفة رسمية في ربع نهاية كوبا أمريكا وقبل نهاية المباراة بدقائق قام اللاعب ليون الميسي بالتلاعب بمدافعين من المنتخب الفاراغوي لغطة أثارت أعجاب الجميع خاصة لحظة سقوط اللاعب الأول وعمل جسر الصغير للعب الثاني ليون الميسي بعد المباراة ضد المنتخب الفاراغوي عدل الرقم القياسي لعدد مرات الظهور وهذا بقميص المنتخب الأرجنتيني ترجمة نانسي قنقر